اشتركوا في القناة وطلبت طلاق من جوزها اللي بيخونها وبتدخل تشين تثبت خيانته وبنعرف ان اخوها وبتنصحوا يمضي اوراق الطلاق وبتسيبهم يفكروا وبتمشي وبيروح لبيت ولد اسمه يانجو وبيكون عنده 28 سنة ولسه ما تجوش مامتو بتجيب له عرائس كتير جدا لكنه مش بيرضى باي حد الاسباب تفهى وبتقول له مامتو ان معاده المدبر اللي جاي هيكون مع محامية وانها زكية ونكحة وجميلة ومش هيلاقي حجة يرفضها فبيسيبها يانجو وبيطلع قطه وبنعرف انه بيشتغل في اسهم البورصة وهي دي اللي شغل وقته وكمان مامتو مش حابة ان داي يكون شغله وبتفكروا بمعاده مع العروسة وبتنزل وبنرجع لتشين في مكتبها هي ومدريتها هوي وبتكون هوي بتكلمها تعزمها على حفلة بتاع ايد جوازها وبتكون تشين مفهماهم في المكتب انها متجوزة وجوزها على طول مسافر وبنتفاجئ انها حطى صورتها مع يانجو على ان وجوزها وبنعرف انها لما جات تشتغل صحبتها في المكتب كذبت وفهمت هوي انها متجوزة لان هوي مش بتحب حد يشتغل معاها اعزب وورطتها في موضوع الجواز ده والتشين اضطرت توافق لانها كانت عايزة تشتغل وجابت لها صحبتها صورة يانجو وقالت لها انها مستحيل تقابله وفي الحفلة بالليل بتكون تشين بتتكلم مع الناس وبيكون بالصدفة يانجو داخل لحد فبتشوفه هوي وبتعرفه من الصورة اللي على مكتب تشين وبتقولها فبتتفاجئ بوجوده وبتروح تبوسه كيانها مراته فعلا وبيستغرب يانجو ومش بيتحرك من مكانه والناس بتكون بتتفرج عليهم فبتشده تشين وبدخله يتكلمه في قضا لوحدهم وبتعرفه بنفسها وبتحكي له قصتها وليه عملت كده قدام الناس وبتقوله انها مستعدة تنفذ اي طلب يطلبه منها وبيطلب يانجو منها انها تعرف كل الناس انهم مش كويسين مع بعض وانهم هيتطلقوا وطلبت منه تشين فرصة ثلاث شهور علشان تعمل ده ولكنه اصر على ثلاث ايام بس وإلا هيقول كل حاجة وانه مش جزهة وانها مش متجوزة فوافقت تشين بشرط انه يتصرف قدام الناس انهم متجوزين فعلا وما يعملش حاجة تدل على غير كده فبيوافق وبيمضوا عقد على ده ويرجع يانج بيته ويلاقي امامته ترضى من البيت ومغير المفتاح ويتهدده ان لو ما تجوزش مش هيدخل البيت وبتهدد ابو كمان من انه يدافع عنه او يفتح له الباب وبيبعث له ببار سلب انه يفتح الخزنة اللي قدام الباب هيلاقي فلوس يقدر يروح اي حتى لحد ما يعرف يدخل البيت وفعلا بياخد يانج الفلوس وحاكته والسلحفة بتاعته ويمشي ويروح على فندق ويدخل بابا يكلم مامته في انه يرجع وانه كده ممكن يفضل لوحده ومايرجعش تاني البيت فبتقوله انه متدلع ومش هيستحمل واكيد هيرجع في خلال يومين وفعلا بالروح ليانج هو ارفان من الفندق ومش عارف ينام وتاني يوم بتكون تشين هتقابل هوي وبيروحوا مع بعض يتدربوا يوجا وبيعود يتكلمه وبتفكر تشين تقول لهوي على كل الحقيقة بما انها قدامها يومين بس ولكنها مش بتقدر تتكلم او تقول حاجة لان هوي بيتفكرها عاوزة تمشي علشان تروح لجزها وبيقول لها انها مش هتمشي فبتسكت تشينو وبيروح ليانج وهو في الجيم وبيحكي لصاحبه عن اللي مامته عملته وبيقول له صاحبه انها خايفة عليه والمفروض يلاقي شغلة حقيقية يعمله فبيقول له يانج انه مبسوط كده وانه بيشتغل من غير ما يضطر يروح مكتب وكمان بيكسب كويس فبيقول له صاحبه تابو الجواز فبيقول له ان معدل الطلق ارتفع وانه مش عاوز يتورط فبيقترح عليه صاحبه انه يجذب على مامته ويقول لها انه فعلا مرتبط علشان يقدر انه يرجع البيت وهي تبطل تتكلم في موضوع الجواز وبيروح على مكتب تشينو وبنشوف لي محامية زميلتها في المكتب وبتطلب من واحدة من المساعدين انها تساعدها في قضية لكنها بترفض لان تشينو بتكون مديالها حاجات كتير فبتتدايق ليه وبتدخل مكتبها وبعد فترة بتخرج فبتلاقي كل المساعدين مش موجودين مع عادة واحدة وبتسألها فين البيت فبتقول ان تشين عامل اجتماعه كلهم جوه وهي بس كانت خارجة تجيب موبايلها وبتدخل الاجتماع وبعدها بتروح تشين وهوي قبل واحدة كانوا مطلقينها من جزها وبالصدفة اكتشفوا انها تقرب لأهم عميلة عندهم في المكتب فبيتأسفوا لها انهم يتسببوا لها في أزع لما اطلقت من جزها فبتطلب منهم علشان تسمحهم ويكملوا شغل مع قريبتها لان وانهم يساعدوها ترجع من جزها 12 مليون اللي اخدهم لما اطلقوا وكمان بتطلب ان المشروع اللي هيدخلوا في شغل لان تكون اللي مسكا ليه مش تشين وبتوافق هوي وبيمشوا وهما نازلين بتحاول تشين تقولها انها تسيب جزها بس هوي مش بتديلها فرصة وبتركب عربيتها وتمشي وبنرجع ليانجو هو في القتيل وبيكلم مامته وبيطلب منها يتكلمه لكنها بترفو تتكلم وبتقوله انها مشغولة وبتقفل فبيكلم بابا وبتقول مامته وقفة جنبه فبيقوله ان المرة دي لازم يسمع كلام مامته ويدور على شغل بجد فبيقفل يانجو بيدور على موقع تعارف على حبيبة يأجرها لمدة سنة وتمثل قدام اهله انها حبيبته وفي كفية بيكون يانجو مع صاحبه بايو وبيكون مقاعد صاحبه علشان يقابل البنت اللي كلمته على الموقع علشان تقابله وبيكون هو قاعد على ترابيزة تانية في ظهره وفاجأة بتجي تشينو بتكون هي البنت دي واول ما بيشوفها يانج مش بيرضي يتكلم معاها وبتحاول تقنعه انها تحل مشكلته وتبقى المصالح متبادلة لكنه بيقوم وبيسيبها وبيركب العربية مع صاحبه وبتركب معاهم تشينو بالعافية وبتقول له انها هتساعده زي ما هو هيساعدها وبيكون صاحبه مش فهم حاجة وبيقول يانجي لتشين انه قدامها وقت قليل فاضل من الثلاث ايام علشان تقول للناس انه مش متجوزين وبتقول له تشين انه يفكر في عرضها وبتطلو منه انهم يروحوا مكان ويتكلموا بهدوء لكن يانجي بيقول لها انها انانية وبتعمل اي حاجة علشان مصلحتها وان شخصيتها وحشة وبيرفض يروح معاها اي مكان فبتقول له تشينج انها محامية شطرة وآه يا كذبت بس كان لازم تعمل كده علشان توصل لهدفها وإلا عمرها ما كانتها تشتغل واخترطه هو لانها حاست انه اكتر شخصها يكون مناسب ليها والناس هتصدق انهم متجوزين وبتنزل من العربية وبيفضل باي يقول ليانج انه لازم يروح يعتذر لها وانه ازاي يقول كده لكن يانجي بيقول له انه مش هيعتذر وبيطلو منه وتحركوا بالعربية وبيرجعوا صاحبه على الفندق وبيسالفوا فلوسه وبيقول له يكلم تشين ويعتذر لها هي حل الوحيد وفعلا بيكلمها يانجي بعدما صاحبه بيمشي وبيعتذر لها وبيطلو بيتقابله وتكلمه وتاني يوم اتقابله في مكانه اتفع وانهم يمثلوا انهم متجوزين وطلب يانجي انهم يكونوا لمدة 3 شهور بس لكن تشين موافقته وقالت له انه محتاج لها اكتر وقالت انهم يفضلوا 6 شهور ووافق يانجي وخرجت تشين عقد باتفاهم ومضوا عليهم ما الاتنين وبياخد يانجي ويروح لمامته وبابا ويقول لهم انه يتجوز وبيباني ان مامته فرحانة فبيحاول يستفزها يانجي ويقول لها انه مش هيعمله فرح فبتقول مامته مفيش مشكلة وبيحاول يستفزها تاني وبيقول لها مش هنجيب اطفال فبتقول له دي حياتك ومش بيعرف يخليها تغير رأيها خالص وبتكون ام يانجي عايزهم يتجوز بسرعة فبتقول لها تشينج انها مستعدة لده ويانجي اللي مش موافق علشان لسه متعرفين قريب وبتقول انها هتشتغل ويانجي هو يعد في البيت ويعمل شغل البيت وبيمثله انها مسيطرة عليه وانه مش بيقدر يرفض لها طلب فبيبان على مامته انها متضايقة من وضع ابنها وبتطلب الام انها هتقابل عائلة تشين فبترفض وبتقول لها ان عائلتها مش كويسة وانهم ما بيتقابلوش وبعد ما بيمشوا من بيت يانج بيركبوا العربية وبتحاول مامة يانج يتكلمه لكن تشين بتقوله مايردش ويقفل الموبايل علشان يخليها ما توافقش على الجواز اكتر وفعلا مامته بتكون متعصبة من علاقتهم وبتدي تشين ليانج ورق مكتوب فيه كل المعلومات اللي هتساعده انه يمثل دور جوزها وانهم كمان عندهم ابن وبتاخدوا تشين وبتروح على اوتيل لان اهم عميلة عندهم في المكتب واللي بيكون الاقامة فيها للازواج بس وممنوع العزاب وبطلع عوضاتهم وبيستعدوا للنزول حفلة بس لبس يانجي مش بيعجب تشين وبتاخده وبيشتروا بدلة شيك وبينزلوا الحفلة ولما بينزلوا بتكون تشين عاوزة تكلم لان وترجع شغلها المكتب وتحاول تثبت لها انها اشهر محامية وفي الحفلة بيقف يتكلم يانجي مع شريك لان وبيدخل في الكلام تاو المحامي الحالي لان وبنعرف انه كان حبيب تشين القديم وما تجوزهاش لان مامته كانت رفضاها وبتكون تشين في الحمام ولما بتخرج بتلاقي تاو مستنيها وبيشدها من ايدها وبيدخلها الحمام الرجالي وبيسألها يا بتعمل ايه هنا وليه جاية ورا لان وتشين مش بترد عليه ردود واضحة وفجأة بيدخل يانجي فبتطلع معاها تشين وبيسألها اذا كانت كويسة ولا لا وبنروح لبيت اخو تشين واللي بتكون لسه فيه مشاكل بينه وبين مراته وبتسمعه وبتكلم مع واحدة في التليفون ويتخانقه مع بعض وبيكون مصمم انه يطلقها وبنرجع لحفلة لانو وبتكون تشين عارف تتكلم معاها وبتحاول تقنع انها تشتغل معاها لكنها بتفشل في ده وبيجي تاو يكلمها لكن يانجي بيجي لما بيلاحظ انها متضايقة من وجوده وبيكون معاه اكل فبيقول له تاو ان تشين مش بتحب الاكل ده فبتغيزه تشين وبتاكل منه وبتطلع مع يانجي الاوضع لكنها بيكون عندها حساسية من الاكل ده وكالت بس علشان تغيز تاو وبتفتكر انها معاها ده وحساسية فبتطلب من يانجي يجيبه من العربية وبينزل دور عليه وبيلاقيه وبنروح لتاو اللي بيكون قاعد في البار بيشرب وبيفتكر تشين وازاي سبيته بطريقة غريبة وبعتت له خاتم الخطوبة وسفرت ولما راح وراها معرفش يوصل لها وهو قاعد لقي يانجي فطلب منه يقعد معاه وبيسأله هو شغال ايه لكن يانجي بيرفض يرد وبيسأله هما متجوزين من قد ايه فبيقول له من سنتين فبيقول له زي متجوزين من سنتين وما تعرفش ان عندها حساسية من الاكل ده وقال له ان اشترى لها الدوة وبعته لها علشان هي دايما بتنسى تشتري وقام يانجي وطلع القوضة وليه تشين نايمة وجنبها الدوة اللي جابه تاو وتاني يوم بيمشوا من الفندق وبيقول لها يانج انه تكلم مع تاو وقاد ايه تاو مهتم بيها وبجوازها وبعدها بتكلمها ميمي مرات اخوها وبتقول لها انها عايزة تقابلها وبتوصل تشين يانجي للفندق اللي قاعد فيه وبتمشي ولما بيدخل يانجي للفندق وبيشوف رسائل بابا لانه كان قافل تليفونه من اخر مرة كان عندهم وبابا بيقول له ان مامته متعصبة جدا وبعد رسائل بابا لقي مامته باعتاله انها عزمها على الغدى فبيفرح يانج وفعلا بيروح يانجي يتغدى معاهم وبيتفاجئ ان مامته بتقول له انها موفقة على جوازه من تشين وانه يروح يعد معاها في بيتها فبتصدم يانجي ان خطته فشلت لكنها كانت بتقول له انها متفتحة وانه طالما بيحبها هي ما عندهاش مانع وبيروح الجيم وبيقول له صاحبه على اللي حصل وبيقول له انه محتاج يأجر بيت لانه مش هيعرف يعيش معاها او يروح يعيش مع صاحبه وبيسأله صاحبه ليه هيجي يعد معاه بيقول له لانه مفلس ومامته واخده كل فلوس شغله او انه ممكن يسلفه وهو هيبقى يرجع له فلوسه تاني وبنروح لتشين في مكتبها وبيكلمها يانج انه محتاج حاجته اللي انسيها معاها في العربية اخر مرة كانوا سوى وبتعتذر له انها مش فاضية واول ما تخلص شغلها هتبعتها له وبيديلها يانجي شوية معلومات عن لان وعن شغلها الجديد والناس اللي شغل معاها وبعدها بينهو المكالمة وبتطلب تشين من مساعدتها فيفي كل المعلومات عن الناس اللي شغلين في المشروع ده ووقت ما هما بيتكلموا بيرن تليفون فيفي وبتطلع تتكلم وبنعرف انها حبيبي التاوي اللي كان مع تشين زمان وبتقول مساعدة تشين ان السعباء الثمانية فبتمشي تشين بسرعة لانها بتكون معزومة على العاشة عند مامتها وبتروح وبتتعشى وكمان بيجي اخوها وبيعودوا يأكلوا كلهم وبنعرف انه عيد ميلاد ابوهم السبعين وبيتبلغها اخوها انه خلاص قرر الطلاق فبتقوله انه خاين لانه بيعرف بنات على امراته وبتعصب اخوها وبيشده في الكلام وبيحاول باباها يهدي الموضوع وبنروح لتاوي اللي بيكون مستني فيفي وبيعوده في العربية وبيكون تاوي جايب اكله وبياكله وبتكلمه عن تشين وبتكون فيفي مبهورة بيها ومبسوطة انها المساعدة بتاعتها وبنروح على بيت تشين بعد ما روحت وبتكون قاعدة بتدرس في ورق قضية وبيكلمها يانجي اسألها اذا هتجيب حاجته فبتقوله يجي لها عالبيت وهي بتتحرك بتتخبط رجلها في التربيزة ومش بتقدر تدوس عليها وبيروح لها يانجي البيت علشان ياخد حاجته وبتفتح له وهي ماشي على رجل واحدة وبيطلب منها حاجته لكنها بتقوله انها لسه في العربية وبتطلب منه يدخل يشرب حاجة فبيدخل وبيلاقيها بتراجع اوراق وعقود مالية وبتسأله كان ايه تخصصه في الدراسة فبيقولها الاوراق المالية فبتطلب منه يساعدها في الورق ده علشان هتحتاجه بكرة في شغلها فبيساعدها وبيفضل صهران طول الليل وهي بتفضل معاه لحد ما بتنام على الكرسي وبيطلع الصبح بيكون يانجي خلص شغله وكمان رتب البيت المتكركب بتاع تشين وبتصور سيلفي معها وهي نيمة علشان يبعتها الممتو علشان تتأكد انهم سوا وبتصحى وهو بيتصور فبيشرح لها وعمل كده ليه وبعدها بتلبس تشين لبس شغلها وبتصور فيديو صغير معاه وبتطلب منه يبعته لها وبتاخد تشين لقوضة مكتبها واللي بيكون فيها كنبة وبتقوله انها مش بتستعمل القوضة دي كتير وانه ممكن يسكن معاها فيها وبيقولها يانجي انه مش عارف يشكرها ازاي وبيقولها انه هيدفعلها الايجار وقبل ما تمشي بتديلها الورقة وبيقولها ان في مشكلة مالية فيه وبتشكره وبتنزل شغلها وبيقعد يانجي يرتب البيت وبيرتب القوضة اللي هيكون فيها وبتروح تشين الشغل وبتقول لمديرتها على المشكلة وانها ماينفعش تتعامل مع العامل ده لكن مديرتها بتكون بعثة العقد فبتكلم تشين فيفي وتطلب منها توقف وصول العقد ده وبتعمل كده فيفي لكن بيكون فيه مشكلة تانية وهي ان هوي بعثت مبلغ للعمل ده وبتكلم هوي جزها وبيقول لها انه هيتصرف المشكلة دي بس محدش يعرف برا المكتب وبيكتمع تشين وهي وجوزها وكمان ليه وبتنقشوا في اللي حصل وبيسأل جوز هوي تشين ازاي عرفت ان فيه مشكلة فبتقول له انه جوزها خبير في الاوراق المالية وهو اللي اكتشف كده فبيطلب منها انها تكلمه وتقول له ان الموضوع ده سره مايعرفش حد بيه وبيوافق يانج وبتكون ليه في مكتبها وبتحاول تهدى بعد المشكلة اللي حصلت وبتكلمها واحدة وجايبالها معاد مدبر مع واحد بيشتغل في الشؤون المالية وبتقول لها ان اسمه يانج وبتبعت لها صورته فبيطلع هو جوز تشين وبتقابل ليه تشين وبتقول لها انها جابت حد يراجع العقود وطلع يعرف جوزها وقالت لها معلومات عنه وبيروحوا مكتب هوي وبيلاقوا فيه دوشة في الشركة وبتسألهم هوي من اللي نشر الخبر وقال ان الشركة هتفلس فبتقول تشين انها ما تكلمتش مع احد ونبهت على جوزها كمان ما يتكلمش وبتقول لي انها تكلمت مع زميل ليهم في المكتب بس ما فتحوش الموضوع ده وبتطلع منهم هوي يرجعوا على مكاتبهم فبتكلمت شين لي وتقول لها انها لو ما كانها كانت تكلمت زميلهم وتأكدت انه ما قالش حاجة فليه بتقول لها وليه ما تشكش في جوزك لكنها بتقول لها انها متأكدة ان جوزها ما قالش اي حاجة وانها اكيد هتتكشف وبتسيبها وتركب الاسنصير وبنروح ليانجو هو راكب مواصلاته ومامته بتكلمه وبتسأله اسئلة كتير عن حبيبته وبتشتغل فين وكل حاجة عنها ولما بيسألها بتسأل ليه بتقول له علشان تجيب لها زباين فبيقول لها انها مجغولة ومش محتاجة منها زباين وبيقفل معاها وبنرجع لتشين في مكتبها وفيفي مساعدتها جايبالها ورق وبتسألها تشين اذا تهرى في حد من مكتب المحامي اللي بيشتغل عنده تاو وبتقول لها ان عندها حد مقرب ليها وبتسألها على تاو فبيتقول لها انها سمعت الاسم قبل كده لكنها ما تعرفوش فبتطلب منها تجمع معلومات عنه وبتكلمها ميمي مرت أخوها وبتقول لها انها عايزة تسهر معاها وهتستنها في البيت وتحضر الأكل وبتروح ميمي بيت تشين وبتقابل يانجي في الأتنصير وبتبعت لتشين رسالة نجارها وسيم فبتفتكر تشين ان يانجي في البيت وبتتصل بيها لكنها مش بترد ولما بترد بتقول لها انها عندها اجتماعات كتير ومش هيعرفوا يسهروا سواء لكنها بتقول لها انها خلاص في البيت وقعدة معا يانج وهتستناها فبتروح لهم بسرعة وبتكون ليه في الوقت ده عايزة تشوف جوز تشين علشان تتأكد اذا هو نفس الشخص اللي تبعت لها صورته ولا ده حد تاني وبتحاول تدخل مكتبها بعد ما تمشي علشان تشوف الصورة لكنها بتلاقي الباب مقفوله وبتقول لها فيفي ان تشين مشيت وبتروح تشين لبيتها بسرعة وبتلاقي ميمي قعدة معا يانج وبتشده تشين من ايده وبتدخل وضطها وسألته هو قال لها ايه فقال لها انه قال لها انه حبيبها وبعدها طلعوا وكاملوا عديتهم وكانت ميمي مبسوطة انهم ارتبطوا وبتعوا تتكلم مع يانج وتسألهم وما تعرفوا ازاي وبينزل يانج ويسيبهم يعود مع بعض وبتلومها ميمي انها ما حكت لهاش عن علاقتها قبل كده وانه مصحاب من زمان وبتكون زعلانة جدا لدرجة انها بتعيط وبتحاول تشين تعتذر لها وتهديها ومن روح لتاو اللي بيخلص شغله وبيروح يقف تحت بيت تشين وبيفتكر زمان لما جابوا البيت ده سوا وجهزوا مع بعض وبيفوق من ذكرياته وبيشوف يانج وهو طالع البيت وبيسأله ازا سكن هنا وبيقول له او بيمشي تاو وبيطلع يانج البيت وبيقابل ميمي وهي ماشية وبيدخل البيت وبيلاقي الدنيا مبهدلة وتشين سكرانا ولبسته عايزة تنزل للشغل فبيدخل لها قضطها وبيخليها تنام وتاني يوم بتصحى تشين وبتلاقي يانج نايم قدام وضطها على الارض وبيعود يشربه قهوة وبتقول له انها قالت في الشغل انه مسافر فهو مش مضطر لكن هتفضل المشكلة عند مامته فبيقول لها انه هيوعد فترة بسيطة هو يأجر مكان تاني في قارب وقت وبعد ما بيخلصوا كلام بتقوم تشين تروح شغلها ولما بتوصل المكتب بيجي لها واحدة اسمها تشاو تقابلها في شغل وبتطلع انها من طرف فلان وجاية تنهي التعاقد مع المكتب لانها سمعت بالشائعات ومش عايزة اي حاجة تأثر على سمعتها وشغلها وبتنهي التعاقد معهم وبترجع لهم الفلوس اللي كانوا دفعوها وبتمشي وبتفرح تشين وهوي انهم رجعوا الفلوس وانقذوا المكتب من الديون وبتطلب منها هوي تجيب جزها ويخرج يتعشوا ويحتفلوا سوا وبتقول لها انها محظوزة بزوجها وبتفتكر تشين اول يوم لها في المكتب لما اضطرت تجذب ودلوقتي وهي بتتعزم على العشاء كشريك مؤقت وبتوافق تشين على العشاء وبنروح لميمي واخو تشين وهما بيعقعوا على ورق الطلاق وبيديلها كل حاجة معاه العربية والفلوس وبيخرج مبسوط انه اخيرا اطلقوا وبنروح لليه اللي لسه بتحاول تدخل مكتب تشين علشان تشوفوا الصورة وبتدخل لكن تشين بتدخل وراها وبتحاول ليه توقع الصورة علشان تجيبها وتشوفها لكنها لما بتجيبها بتلاقي تشين لوحدها في الصورة وبترجع مكتبها وبتلاقي فلاشها وبتفتحها بتلاقي ان كاميرات المرأبة جايبها وهي بتتكلم مع زملها وبتعرف انهم اكتشفوا ان هي اللي طلعت الخبر بره المكتب وبنروح ليانجو وهو رايح بيته وبتكون مامته مش موجودة فبيطلب من بابا يفتح لقوته لانه بيكون عاوز ياخد حاجات منها وبيفتح له وبيعودوا يتكلم وبيقول له ان مامته مش مقتنعة بيها وهي بتعمل كده علشان بتعند معها بس وبنروح لمامة يانجو وهي رايحة مكتب تشين وبتطلب تقابلها لكن السكيرتيرا بترفض لانها ما بتكونش واخدة معاد معاها وبتقول لها انها مامة يانجو وبتكون ليه معدية وبتسمعها وبتاخدها تقعد معاها وبتقعد مامة يانجي تسأل اسئلة كتير عن تشين وشغلها وبتاخد كام وبتعرف تشين بوجودها وبترجع المكتب جاري وبتلحقهم قبل ما ليه تبوز الدنيا في الكلام وبتاخدها ويتكلموا وبيعودوا لوحدهم وبتقول لها مامة يانجي انت عاوز تتجاوز ابن ليه وانه اكيد مش لسبب الحب وانك احسن منه في المستوى وبيجي يانجو وبيعود معاهم وتسألوا مامته ازا هي بتبتزوا بحاجة علشان كده هيتجاوزوا لكن تشين بتكلمها بصراحة وبتقول لها انهم عملوا صفقة وهيتجاوزوا لانها ما عندهاش وقت للحب وهو كذلك وبتتعصب مامته وبتقول له كده جوازهم مش هيكمل وانه كده بيدمر حياته وهيتطلقوا وبتطلب مامته منه يرجع معها البيت وهي مش هتطلب منه انه يتجوز تاني حتى لو فضل اعزب طول حياته وبتاخده وبتخرج وبتقول لها تشين ما تجيش مكان شغلها تاني من غير ما تكون معرفاها علشان ما تعملش الشوشرة ويانجي بينزي لركب مامته وبيعيدها انه هيحصلها على البيت وبيرجع لتشينو بيشيلها وبياخدها على مكتبها والمكتب كله بتفرج عليهم وبيقول لها انه محتاج يتكلمه لما يرجع البيت وبيمشي وبتكون له بترقبهم وبتوع التحلل اللي بيحصل وبتقول انه اكيد تشين بتكذب وانه فيه حاجة غلط في اللي بيحصل وبنروح لبيت يانجو وبيتعش مع بابا ومامته وبتكلموا في اللي حصر في المكتب وبيقول لهم يانج انه هيتجوز تشينو مش هيرجع البيت وبيشجعوا بابا على قراره عليها وبتقول له انها محتاجة تكلمه في حاجة ضروري وبتقول له انها معزومة على عشا بكرة ولازم يجي معاها لكنه ما بيكونش مركز وبيسيبها وبيقوم ياخد دش وتاني يوم بيصحى يانجو وبتكون تشينو محضره له حاجة يشربها علشان الصدع والدخة يروحوا وبتطلب منه يلبس علشان معادهم وبتكون سجلت له هو بيقول لها كلام رومانسي بالليل وهو سكران وبيدخل يلبس وبينزل معها فعلا وبيروحوا على العشا اللي بتكون عزمهم عليه هوي وبتكون عزم رجال اعمال تانية وبتعرفوا على يانجو على انه جوز تشين والراجل اللي انقذ المكتب من الافلاس وبيقعدوا مع الناس وبتكلموا وكلهم بيشيدوا بشطرة يانج وبيسألوا عن تخصصه وهو شغال فين بس تشين بتقطع الكلام وبيجي الولاد بيقولوا لهم ان الاكل جاهز فبيقوموا للأكل وبيقعد كل واحد فيهم يشكر في التاني قدام الناس وقديهم ومبسوطين مع بعض وبيشجعوا بعض وفي وسط ما هما بتكلموا بتتصل لي بيانجو وبتقول له انت ليه بتمثل وانها عارفة انه مش متجوزها وانه اعزب وهو بفتكر لما مامته ديته صورة للي علشان يروح يقابلها وتعرفه قبل ما يعرف تشين اصلا وبيروح يتكلم معاها وبتكون ليه بتسجله وبتحاول توقعه في الكلام لكن تشين وهوي بيجوا فجأة وبيقطعوا الكلام وبتقول لي انها تعرف يانج وانهم كانوا المفروض يخرجوا في موعد مدبر فبتتفاجئ هوي باللي هي بتقوله وبتسأله تشين مين اللي كان محدد المعاد فبيقولها مامته اللي عملت كده فبتقول تشين ان مامته بتكرهها وانه ما رحش المعاد وبتقول ليه ان ده كله كذب وانه جه المعاد يوم ما قابل تشين في الحفلة وهو كان جاي لها هي لكن بيقول انه كان رايح المكان علشان شغل وبيخترع قصة انه ساب الشغل من سنة ومرضيش يقول لتشين وبيبين انهم متضايقين والموضوع بيعدي وبنروح للسيدة لان هي وبنت اخوها وهي رايحة على المطار وبيكون تاو بيطردها وبيحاولي واقفها وبيقول لها انها مديونة ب15 مليون وما ينفعش تسافر وبتكون الدنيا مقلوبة عندها في المكتب والصحفيين بيزيعوا خبر غشها وبنروح لبيت تشين وهي بتتكلم مع يانجي في اللي حصل النهاردة وبتقول له انه خلاص مش هيقدر يشك فيهم وانه ممكن يشتغل معاهم ولكن هتفضل المشكلة الوحيدة هي كذبة ان عندهم اطفال وبتقول انها هتتصرف وبتجيب سيرة مامتو فبيقول لها انه محتاج مساعدتها مرة اخيرة وان مامتو عايزة تيجي تزورهم وبتسأله تشين ليه فبيقول لها انه قال لها انه مش هيرجع وهيفضل معاها فكانت عايزة تتأكد من حياتهم سوا وكان رد يانج على مامتو انه هياخد رأي تشين الاول وبعدين يرد عليها وبتوافق تشين وبتقول ان عندها خطة وتاني يوم بتيجي مامتو تزورهم وبتكون تشين مش في البيت وبيقول يانج المامتو ان عندها شغل اضافي النهاردة وبتروح تشين تقعد مع ميمي طلقت اخوها الفترة دي وبتفضل مامت يانج تلف في البيت وطلبت تدخل قضة النوم وبيقول لها يانج انهم بيناموا منفصلين لانهم لسه متجوزوش وبتفتح مامتو درج بتلاقي مانع حمل فبتغضب وبتمشي لانها تراز قديم وطبعا ده بيكون خطة تشين علشان مامتو ما تجيش تزورهم تاني وبنروح لاخو تشين هو راجع لامراتو وبترجاه يرجعو بعد ما حبيبته ترادته من بيتها وما بقاش معاه فلوس يعيش بعد ما قد لامراتو كل الفلوس وبنروح لتشين ويانجو بيكون بيحضر لها الفطار وبيجهزه لها وهي نزلة الشغل وبتسأله اذا بيدور على بيت وبيقولها انه بيدور وهيني القريب وبتنزل على شغلها وبتروح تلاقي عندها اجتماع مهم وبنلاقي لان جاته وبتطلب منهم انهم يمسكوا القضية بتاعتها بعد ما بقت مديونة واسم شركتها وقع وبيعود يتكلمه وبنفهم ان جزها هو سبب المشاكل وانه اخد فلوس وسافر برا وان الحال الوحيد علشان تكون براءة انها تتطلق وبتقول انها تفكر في اقتراحهم وهيرجعو يتواصله معاهم وبيخلص الاجتماع وبعدها بتروح تشين مع يانجو يعمله شوبينج وبيكون في نفس الوقت التاوي في 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 السوبر ماركت وبتتكلم تشين مع يانجو وبتقول له اهمية القضية بالنسبة لها وانها تبقى حاجة مهمة ولكنها في نفس الوقت فيها ريسك كبير وبتقابله مع تاوي في في وبيعود يشربوا حاجة وبتعرف ان في في بنت اكبر محامي منافس ليها وبتعرف ان تاوي خطبها وبيسيبوهم بعدها وبيرجع يانجو وتشين للبيت وبنروح لبيت لانو اللي بتكون بنت اخوها بتدور عليها ومش بتلاقيها في البيت وبتتصل بهوي وبتبلغها وبتخليها تتأكد من جواز سفرها وبيكون موجود فبيتأكدوا انها ما هربتش وبيكلموا تشين وليه وبيبلغوهم بالمشكلة وبتروح هوي اللي بيت لانو وبيعودوا مع بنت اخوها وبتكون تشين بتدور علي عمتها وفعلا بتلاقيها في المطار مستنيها جزء هيرجع من السفر لانها مش مصدقة انه هرب واخد الفلوس وعندها امل انه يرجع وبتكلمها تشين وتسألها اذا خرج او لا لكنها بتقول لا وبتعيط لانو بتقعد تقول له وعمل فيها كده ليه وانها كانت بتحبه وبتواسيها تشين وبتاخدها وبيرجعه على البيت وبترجع تشين بيتها وبتكون تعبانة وبتنام وتاني يوم بتصحى تشكر يانج انه كان معها مبارح طول اليوم وبتنزل شغلها وبتروح على مكتبها وبيكون عندها اكتماعات كتير لكنها بتكون بتتجهل في 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 كل حاجة وبتكمل شغلها وبتدخل لها في في وبتسألها ليه مش بتخليها تشتغل معها في قضية لان وانها عايزة تساعدها فبتوضح لها انها قضية مهمة وان معها تيم تاني وهي ما ينفعش تشتغل فيها لانها تعرف اكبر خصم ليهم فبتتضيق في 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 وبتقول لها انها تعرف تثبت نفسها وانها محامية شطرة بعيد عن بابها وخطبها وبعدها بيكلمها تاوي وبيطلوا منها يتقابلوا بخصوص حاجة مهمة في قضية لان وبتقول له تشيني انها تبقى تقابلوا لما تخلص اجتماعاتها في المكتب ومش هتطلع اي سر بخصوص القضية وهي نازلة بيركم معها شخص غريب الاسانسير وبيتصل يانج فبتفضل تتكلم معاه وفجأة بتيجي عربية قدامها وبيحاولوا يدخلوها العربية لكنها بتضربهم بالشنطة وبتجري وبتستخبى منهم في الجاراج وبيجي تاوي وبيكون معاها وبيشوفهم العصابة وبياخدوا تشين وبيتخنقوا مع تاوي وبيجي يانج ينقذ تشين وبتطلعوا منه وينقذ تاوي معاهم وبيروح له يانج وبيضربوهم وبيكلموا البوليس وبيركبوا في عربية تشين وبيتكلم تشين وتاوي عن القضية وبعدها بيمشي تاوي وبيروح يانج وتشين يكلوا وبتشكروا تشين علشان انقذها وبيتهروا الجروح اللي في وشهم وديهم وبيرجع تاوي لفيفي وبتلاحظوا انه متعور فبتطلب منه ويحكي لها اللي حصل فبيحكي لها تاوي وبتقول له فيفي ان تشين بعدتها من القضية لما عرفت انهم مع بعض فبيعتذر لها انه السبب وبيروح على بيت تشين وهي كلما اتنام تحلم بيانج وبتقومها في زوعة وتاني يوم بيقوم يانج من النوم مش بيلاقيها وبيلاقيها سايباله الفطار وبتقول له انها راحت الشغل وفي المكتب بتكون تشين راحت من بدري ونايم هناك على الكرسي واللي في المكتب ما يعرفوش وبيشوفوا مين اللي قاعد في مكتبها وبيصحوا اللي نايم فبتطلع هي وبتطلب هوي تشين وبتقول لها انها سمعت عن اللي حصل لها وانها ممكن تاخد اليوم اجازة وتمشي لكنها بتقول لها انها بخير فبتبلغها ان لان سحبت قضيتها من المكتب وبتروح تشين ليلان وبتحاول تكلمها علشان تماسك لها قضيتها تاني ولما بتروح لها بتلاقي ليه هناك كمان وبتكلم متشين يانجو وبيخليه يشرح ليلان وضعها المالي وازاي هتقدر تسد ديونها وبيسيبوها تفكر في حلهم وبينزله وبتعزم متشين ليه على الغدا وبيتغدوا وبتكلموا في القضية وبعدين بتقول لها ليه انها كشفت كذبتها وانها مش متجاوزها وبتقول لها تنسحب من الشركة علشان هي تاخد وضعها وتوصل للي هي عايزها وبتهددها وبتمشي وبتروح تشين تحكي ليانج فبيقول لها الحال الوحيد انهم يتجاوزوا بجد وبيروح يانج يبلغ اهله وكمان تشين اهلها بيعرفوا من اخوها اللي ميمي حكت له بعد ما رجعوا البعض واهلها فضلوا يسألوها عنه كتير لحد ما تشين بتزهق وتمشي وبترجع تشين البيت وبتسأل يانج اذا موجب بيها ولا لا فبتوطر يانج ابن السؤال وبيقول لها انه عايز تجاوزها علشان ينفزه العقود اللي بينهم مش اكتر وبيسيبه ويدخل قطه وتاني يوم بتروح تشين المكتب وبتلاقي هو يعايزها في مكتبها وبتزعق لها وبتقول لها انها عرفت انها مش متجاوزة وانها كانت بتخدعها كل ده وحاولت تشين تشرح لها اللي حصل لكنها كانت متعصبة جدا وبتروح تشين على مكتبها وبتكرر انها تحل المشكلة دي وبتروح لأهلها وبتقول لهم انها تتجاوز وبيفرحوا بيها جدا وبتقول لهم انها تعمل فرح بسيط مش كبير وبتتدايق مامتها بالسبب كده وبتطلب انها تشوفوا الاول وبيروح يانج يقول له صاحبه كمان وبتبسط صاحبه جدا وبيبلغ باية صحابهم وبيروح بعدها يانج يقابل عائلة تشين وبتعرف عليهم وبتغدى معاهم وبتقوم مامتها تدخل المطبخ فبتدخل معها تشين وبتسألها ليه زعلانة وهي قابلته زي ما هي كانت عايزة وبيسأل عائلة تشين يانج هم ازاي يتقابله وبيوصف لقاهم بطريقة رومانسية جميلة وانه حبها على طول اول ما شافها وبتخرج تشين وبتلاحظ انه سكران فبتسكته وبيسأله اذا بيشتغل او لا فبيقول لهم لا فبتغضب مامتها وبتزعق لها وبتقول لها ان تاو كان احسن منه بكتير وانها مش موافقة انهم يتجاوزوا وبيطلعوا يمشوا فبتطلعوا وراها مامتها وبتقول لها انها ملهاش دعوة بيها وتعمل اللي هي عايزة وبتدخل وبنروح للمكتب وحد مجهول بعتلي فيه في فيديو لتاو زمان لما كان مع تشين وبتعرف انه بيجذب عليها لما قال لها انه يعرفها من شهرتها كمحامية بس وبتعيط وبنروح على يانج اللي بيكلمه بابا وبيطلوا بيقابله هو والتشين وبيديلهم الاوراق الخاصة بيه وبيدعموا انهم يتجاوزوا وبتكون مامة يانج في نفس الوقت في البيت بتدور على بابا وبتلاقي الاوراق مش موجودة فبتعرف انه راح يدهاله وبيدعم قراره وبنروح لفيفي اللي بتكلم تاو وبتستنف بيته وبيحتفلوا بعيد ميلاد مامته وهما بيأكلوا بتقول انها عارفت ان تاو كان يعرف تشين من قبل كده فبيتصدم تاو وبنروح لبيت تشين بعدما تجاوزت هي ويانج وبتكون فرحانة بشهادة الجواز لكن كل واحد بيكون قاعد في قطه وبتكلمه على الواتساب وبيكون يانج عايز يروح لها الاوضة لكنه بيكون متردد ولما بيروح لها بتقوله ان اللي بينهم عقد بينص ان محدش فيهم يعامل التاني بطريقة رومانسية وبتقفل باب الاوضة وبنرجع لتاو وفيفي بتسأله عن علاقته بتشين وبيقول لها انها حبيبته السابقة وسبها من فترة وسافر برا البلد وكمان هي تجاوزت وخلفت فكل حاجة بينهم خلصت وبيقول لها انه دلوقتي هو بيحبها هي وبس وتاني يوم بتروح تشين الشغل وبتسلم اثبات جوازها واللي بتعطي بص فيه ليه علشان تتأكد انه سليم وبعد المكتب بيروح يانج و تشين ويجمعوا العالتين علشان يحتفلوا بجوازهم ويعرفوهم على بعض وبيتغدوا سوا وبيباني ان العالتين مش طائين بعض وبيحاولوا يدايقوا بعض وبيتكلموا ان يانج مش بيشتغل و تشين اللي بتصرف والحوار بيبقى شديد بينهم وبالليل بيكون يانج مع صاحبه وبيسكر وبيكلم تشين وبيقول لها انه بقى بيكره تاو وانها جميلة وانه بيحبها وانه هيعمل كل حاجة علشان يساعدها وبيقفل وبيغمى عليه و بتروح لتشين المكان اللي هو فيه علشان تفوقوا ولما بيشوفها يانج بيحضنها و بتاخدوا هي وصاحبه على عربيتها علشان توصلوا وصاحبه بيقول لها انه بيحبها جدا وبيمشي و بتاخدوا تشين على البيت و بتنايموا على الكنبة و بتفضل جنبه و التاني يوم بتروح تشين الشركة و بتلاقيهم نقلوها من مكتبها و قاعدوها في مكان كل ورق متبادل و لما بتيجي تدخل لهوي بيمنعوها و بتعرف من حد في المكتب انهم بادلوها مع حد من مكتب اكبر المنفسين ليهم و بنكتشف انه تاو اللي جه مكانها و كمان بيخلوا فيه في مساعدته و بيبقى لها سلطة اكبر من تشين و بيجي لها يانج الشركة و بيكون جايب لها اكله و بيسألها عن الكلام اللي قاله مبارح في التليفون لانه مش فاكر ف بتقوله انه ما قالش حاجة مهمة و بتكمل اكل و بتكلم ليه يانج و بتكون عاوزة قابله و بتفضل تسأله اذا متجوزت شين فعلا او هي مهادة ده بحاجة و بتلح عليه و بتقوله انها معجبة بيه و ليه هو اختارت شين و بيرجع يانج البيت و بيقعد يفكر في كلام ليه وتصرفات شين و بيقعد يتكلم مع تشين لحد ما تنام و تاني يوم بيصحى يعمل فطار و بتكلموا عن فرحهم و هما بيأكلوا و بتودعوا و بتمشي و بتكلم ميمي يانج و بينزلوا الفندق علشان يختاروا مكان الفرح و معا بابا و مامته و بيجهزوا كل حاجة تخص الفرح و بيروح يجيبوا البدلة و الفستان و بيستعدوا و بيقولولهم انهم داخلين يغيروا اللبس و بيخرجوا من باب تاني بالبدلة و الفستان و بتصوروا في الشارع بالموبايل و كل واحد بيروح يكمل شغله بعدها و بيكون شغل تشين الجديد كان مساعدة و مراجعة صعب اكتر من الاول و مهين بالنسبة لها و بيكون تاو واخد باله من داول لما بترجع البيت بتشتكل يانج و بتكون متضايقة من وضعها و بتطلب من تشين في الشغل انها توصل عملة للمطار ف بتسوق بسرعة لدرجة انها بتدلق عليهم الاهوة و بتكون ماشية بطريقة مجنونة و تاني يوم بيكون فرحهم و بتكون تشين خايفة في بيطامنها يانج وبعد الفرح بيروحوا على البيت و بيعدوا يتكلموا عن الفلوس في الاوضة وبعدها بيخرج يانج و بتلاقي تشين في الدولاب رسالة من معمتها بتقول لها قد انها مبسوطة بيجوازها من الشخص اللي بتحبه و بتتأثر تشين و بيشوفها يانج وهي قاعدة بتعيط ف بيحضنها و بيصحوا تاني يوم و بيكونوا هما الاتنين مع بعض في نفس الاوضة و اول ما بيصحى يانج بيقوم بسرعة من جنبها و بيحضر الفطار و بيقول لها انه معجب بيها و بنروح لتاو و فيفي و هم كمان بيختاروا البيت اللي هتجوزوا فيه و بيناقوا فيه كل حاجة و بيرجع بعدها تاو على المكتب و بيكون عنده عميل و بياخد تشين معاه الاجتماع و بنعرف انه عايز يطلق بنته من جزها و عايز تاو و تشين يشتغل مع بعض على القضية بتاعتها و يطلقوها منه و بعدها بيخرج تاو مع فيفي و بتدهي ان تشين هتشتغل في القضية و بيقول لها انها احسن منها في القضية دي و هي اللي لازم تمسكها و بنروح لينجو و هو بيدور على الشغل و بيروح شركات كتير و بيعمل انترفيوهات في كذا مكان و بيروح للصاحب و يشوف له شغل في شركته ف بيشغاله في خدمة العملة و بيعرف اهله انه اشتغل و بيتبسطه انه اخيرا اخد الخطوة دي و بتكلمه تشين في وقت الغدى و بيروحوا علشان يتغدوا سواه في وقت الراحة و بتسأله عن شغله الجديد و هو عامل في ايه و هو برضو بيسألها عن شغلها و بعدها بيرجعوا شغلهم و بترجع ع تشين على اجتماع مع تاو علشان يتناقشوا في القضية و بيكون معاهم فيفي و زميل لهم تاني و في شغل يانجي بتكون البنات معجبة بيه لانه وسيم و بتعجب بيه احلى بنت في الشركة و صاحبه بيقول له لكنه بيقول له انه بيحب زوجته و بيطنش كلام صاحبه و بيخلص شغله و بيمشي على طول و بتكلمه مامة تشين و بتقول له انها وقفة عند باب البيت و بيروح يفتح لها و بتدخل و بتطلب تدخل الحمام و بتقعد تلف في البيت و بيبعث يانجي رسالة لتشين و بيبلغها بوجودها و بتعمل مامة تشيني لأكل و بتخلي يانجي يجرب أكلها و بيعجبه الأكل و بيقضه اليوم و بتقعد تكلمه مامتها عن قديقه و المجتهد و بيشتغل برة و كمان مهتم بنظافة البيت و بيرتبه و بيعمل الأكل و كمان مهتم بحبيبته و بعد ما بيخلصوا كلام بتقول انها تأخرت و لازم تمشي و بيروح للتشين في المكتب و اللي بتكون نامت من التعب بعد ما ادها تاو أوراق كتير جدا تراجعها و بيلاقيها نايمة ف بيغطيها بالجاكت بتاعه و بيكمل هو شغله و لما بيحس يانجي انها تأخرت بيروح لها المكتب و بيلاقيها نايمة في مكتب تاو ف بيغير و بيصحيها و بياخدها و بيمشوا و بيرجعوا على البيت و بيحط لها الأكل و بيخليها تاكل و بيحكي لها عن زيارة مامتها للبيت و تكلموا في ايه و بعدها بيسألها عن تاو ف بتحكي له هم فضلوا مع بعض قد ايه و بعدها بيدخل كل واحد قطه و بتجيله تشيني علشان تسأله على حاجة في الشغل و بتسأله اذا حسب الغيرة ف بيقول لها يانجي لا و بيسيبها و بينام و تاني يوم بتنزل تشيني الشغل و بتكون هتقابل حد برا الشركة و جايب لها معلومات و بتقابله هي و اتنين من مساعديها الأدام و بعدها بتروح لتاو مكتبه و بتديله المعلومات اللي لقيتها علشان تساعدهم في قضية الطلاق اللي شغالين عليها سوا و بعد اجتماعهم و اللي بتكون بتحضروا ليه بتخرج تشيني مع ليه يتغدوا سوا و بيتكلموا مع بعض شوية في الشغل و شوية تانية عن يانج و بعدها بترجع البيت و بيكون يانجي بيحضر العشا و تشيني بتدرس قضيتها و بيقوم يتعشه و بيسألها عن اخبار القضية و بتشرحه الوضع و بتسأله تشيني اذا فيه حاجة عاوز يقولها لها ف بيقولها لا ف بتقوم و بتدخل قضيتها و بعد شوية بيخبط عليها يانج و بيسألها اذا عندها وقت يتكلمه ف بتقوله انه قال لها انه ما عندهش كلام يقوله و بتحاول تقفل الباب ف بيمسكه و بيقولها يانجي انه فعلا بيغير عليها من تاو و ان الكلام اللي قاله هو سكران في التليفون ده حقيقي و بيحضنها و بيخرجوا يشربوا مشروب سوا و بيعودوا يشتغلوا و بيشوفوا الاوراق المالية للزوج في القضية اللي موجودة مع تشيني و بيتناقشوا فيها و بعد ما بيخلصوا بيدخلوا الاوضع و بيتكلموا و بعدها بيلعب يانجي جيمز و بعد ما بيخلص بيتكلموا مع بعض و بيسألها هي ليه معجبة بيه ف بتقوله لانه ناقي و طيب علشان كده حبته و تاني يوم بيصحى يانجي الاول و كالعادة بيحضر الفطار و بتصحى تشيني و بعدها كل واحد بيروح لشغله و بيكون فيه جلسة في المحكمة الفيفي لكنها بتكون متوترة و مش مركزة بسبب صور جات لها الصبحة على البيت و بيكون فيها تاو و هو بيغضي تشيني في مكتبه ف بيتغير جدا و بتروح له على مكتبه و هي متعصبة و بتلاقي عنده تشيني ف بتستأذن تشيني و بتخرج و بيحاول تاو يفهم اللي حصل لكنها مش بتكلمه و بتروح هوي و تطلب منها انها تماشي تشيني او تنقلها بعيد عن تاو ف بتقولها انه هو اللي طلب تمسك مع القضية و بترجع للتاو و هي متعصبة و بيحاول يهديها علشان يفهم و يصالحها و بيروح ليانجي في الشغل و هو بيتخانق مع مديره و بيرجع البيت و بيسمع صوت جوا و بيفتح يلاقي تشيني موجودة جوا و مش في الشغل ف بيستغرب و بتقوله انها رجعت علشان تعمله غدا و بتعمله مفاجأ علشان تشكره انه دايما بياخد داله منها و بتعرف انه اضطرد من البنك ف بتروح معاه و تتكلم على المدير و بيتري عليه المدير انه جايب مراته علشان اضطرد ف بتهدده تشيني بالقوانين و انه مخالف لقوانين العمل و بتعرفه بنفسها و بتمشي و معها يانج و بيخرجه بعدها و بيحكي لها صاحبه قد ايه يانج اسكى واحد من ايام الجامعة و شخص رياضي لحد ما جه شخص حطم اماله و رفضه من اول شغل ليه و كان بيحلم انه يكمل فيه و بنروح لتاوه مع زوم عند اهل فيفي و بيفجئهم باباها انه جاب لهم البيت هداية و بتفرح فيفي بالهداية و بعد ما بيرجع مع مامته بتقول له انه كان متضايق في العشاء و بتسأله لو متخانق مع فيفي ف بيقولها انه متضايق لانهم اعلى منهم في المستوى و باباها هو اللي جاب البيت و بنروح لينج في شغله و اللي بيكون رجع له و بيقترحوا زملائه في القسم بما انه انضم لهم جديد انه يكون معهم و يخرجوا و يتغضوا برا سوا و بيتحجج يانج انه مش معه فلوس ف بيقولوله انه ما يعزمون ف بيسكت و بنروح لتشين و زملها ماشي وراه و بيقولها انه عنده خبر حلو ليها و هو ان فيه مكتب هيفضى و هي هتنقل فيه بدل ما كانها في قضة المراجعة لكنها مش بتكون مهتمة و بيكلمها عن القضية الجديدة اللي جات المكتب و اللي العميلة بتاعتها بتكون قاعدة مع هوي في نفس الوقت ده و بعد ما بتخلص هوي الاجتماع بتروح تتناقش مع جزها في القضية وبتاخد رأيه فيها وبعدها بتكلم هوي تشين وبتطلب منها انها تجي لمكتبها وبتديلها اوراق مالية وبتطلب منها تخلي يانج يرجعها و تبقى خدمة ليها لكنها بتقول لها انه كان مسافر و لسه راجع و ما تعتقدش انه في مزاق كويس يعمل كده فهي ممكن تعملها و تساعدها و بنروح بعد كده ليانج اللي بيكون مستني وقت الشغل يخلص علشان يمشي و هو ماشي بتطلب منه زميلة ليه انها تتكلمه في حاجة و بيروحوا يشربوا قهوة و بتكون بتعيط و بتطلب منه يساعدها في غلطة عملتها في الشركة و لما بتلاقيه مش مديلها اهتمام بتقوله انها عارفة المشكلة اللي حصلت له زمان و بتهدده انه يساعدها ف بيقولها انه غلطه تحمل النتيجة و هي دلوقتي لازم تتحمل غلطتها و بيخرج من المكان و بتجي له تشين تاخده بالعربية و بتقول لي جهز لان عندهم عشا مهمة مع هوي بالليل و بيروحوا حفلة العشا بالليل و بتكون هوي مستنياهم و لما بتشوفها فيفي موجودة بتتدايق و بياخدها تاوي سلمه على ناس و بيرجع ليانج اللي بيقابل هناك واحد كان معه في الشركة القديمة اللي اترفض منها زمان و كان شمتان في رفضه و بيكرهه و بيعودوا كلهم يكلوا و بيفضل يدايقوا بالكلام ف بيقوم يانج يدخل الحمام و بتكلموا تشين تشوفوا فين ف بيقولها انه محتاج يمشي ف بتقول لهوي انه تعبان و بتستأذن و بتمشي و بتطلع تدور عليه و بتلاقي قاعد في الشارع ف بتروح له تطمن عليه ف بيحضنها و بيعايت و بعدها بتاخدوا تشين و بيروحوا ياكلوا و بيروح لفيفي اللي بتفضل تسأل الراجل زميل يانج في الحفلة عن اللي حصل زمان و بتحكي اللي تاوي كل حاجة و هم راجعين و بتقول له انه بيكذب و بيروح تاوي فيفي نفس المكان اللي بيأكل فيه يانج و تشين و اول ما بتشوفهم تشين بيقوموا لكن فيفي بتكلمها و بتقول لها انها بعد ما مشيت من الحفلة الراجل تكلم كتير عن جزها و قال لهم حاجات هي ممكن ما تعرفهاش ف لو حب انها تقعد معاهم علشان تقولها لها لكن تشين بتاخد يانج و بيركابه العربية و بتعتذر له عن اللي حصل و ان هي السبب لان هي اللي طلبت ان يروح معاها الحفلة و بيرجع تاوي فيفي البيت و بتوجهه فيفي و بتقول له انه لسه بيحب تشين و انه باين عليه و انه حتى مش مهتم بيها وبعدها بتسيبه وتمشي وبنرجع ليانج و هو بيحكي لتشين عن الفترة اللي مشي فيها من الشغل و قد ايه كان مكتئب بعدها و مامته كانت مدايق انه في الحالة دي وبتطمينه تشين و بتقوله انها جنبه و مش هتسيبه و انه مش عب اننا نفشل و بيعاية يانج و بيحضنها و تاني يوم بتصحى تشين و بتحضر الفطار و بيقول لها يانج انه مش قادر يقوم دلوقتي ف بتقوله انها سايباله الفطار وبتنزل شغلها وبنروح على تشين في المكتب و بيكونوا نقالوها مكتب جديد و بيكون قدام مكتب تاو و بتلاقي فيه فيه بتتخانق مع تاو و بتدخل هوي على تشين المكتب و بتسألها اذا كان كده مرتاحة اكتر و بتطمن على يانج و بتقول لها انها عايزها تساعدها في شغل ضروري و بتاخدها على مكتبها و بتقابل الراجل اللي قزع يانج زمان و اللي بيكون اسمه تشو و بيكون جاي علشان المكتب يساعده في شوية عقوده و اوراق يخلصها قبل ما يسافر و بيقول لتشين انه ملحقش يتكلم مع يانج و بيعزمهم على الغدع لك انها بتقوله انه تعبان و مش هتقدر تقبل عزمته وبعدين بيتكلموا في الشغل و بترجع تشين على البيت و بيكون يانجي مستنيها و بيعمل لها اكل و بيغسل لها رجليها علشان ترتاح و بتحكيله عن اللي حصل في المكتب و ان تشوه جالهم علشان يمسكوا له شغله و تاني يوم بتقابل تشين تاو و بتروح تساعده في القضية بتاعته اللي شغال عليها و بتروح مع الفندق اللي كان فيه المشكلة و بتشوف شغلها و بتكون بتصور له فيديو من المكان علشان يشوفه و كمان و بيخلصه و بيسيبه المكان و بترجع تشين البيت و بتكون جاي بأكل و بتوع تتكلم مع يانج و بيقول لها انه ما عندوش مشكلة تشتغل مع تشو لو هي عايزة تمسك شغله و بيشده في الكلام و بيدخل ينام و في المكتب بتعرف فيه انها اشتغلت مع تاو على القضية ف بتدخل تتخانق معاها و بتطلب تبعد عن القضية دي و بيجي تاو ياخدها و بيرجع على مكتبه و بتكلمه فيه و برجع لتشين في مكتبها و بيجي لها تشو و بيعود يتكلمه عن الشغل و بيطلب منها للمرة التانية انهم يتعاشوا في مكان سوا و بيقول لها انه عاوز يساعد يانج و يجيب له شغل لانه شطر جدا و بيقول لها انه عارف كتبة انهم اتجوزين بقى لهم سنتين و كمان عندهم طفل و ان ده كتب و بيقوم يخرج من المكتب و بتكون جلسة قضية الفندق و بيكون يانجي شاهد لانه كان برا الفندق و وقت اللي حصل و بعدها بنعرف ان البنت اللي في القضية حبيبته القديمة و هي اللي صورته الصورة اللي على المكتب بتاع تشين و بنرجع لتشين اللي قبلت عزومة تشو و بيتكلمه و بيعرض عليها تيجي تشتغل معه برا البلد و بتكون مسكة شغله و بيكلمها عن ياو حبيبة يانجي القديمة و بعد كلامه بتتغاز تشين جدا و بترجع مكتبها و بعدها بتكلمها ليه و هي كمان بتقولها على ياو اللي بيكون يانجي حكالها عليها بعد الجلسة وبتكون تشين رجعت لتشو تاني وعمل لها عاشة رومانسي وبتصورهم واحدة من المكتب وبتبعتها الفيفي وكمان بيشوفهم توه هو نازل وهو بيوشوشها في ادنها وبتبعت فيفي ليانجي الصورة وبينزل يجي لها المكتب ولما بيروح لها بياخدها وبيرجعوا البيت وبيكونوا بيتعشوا وبتسألوا تشين عن ياو وبيقول لها انها كانت زميلته في المدرسة وكانوا صحاب من وهم صغيرين وبيقطع الحوار مكلمة من بابا وبيخلصها وبتقول له انها تنام وتاني يوم بتكون تشين خارجة مع تشو علشان يخلصوا الشغل فبتبعت رسالة ليانجي انها خارجة معاه فبتعصب وبيسيب الشغل ويمشي وبيكون معه صاحبه وبياخدوا صاحبه وبيجيبوا قهوة وبنرجع للمكتب وفيفي بتدخل على الكمبيوتر بتاعت تشين وبتشوف العقود اللي بينها وبين يانجي وبتفهم الاتفاق وفي نفس الوقت بتكون تشين عاملة اللي تشوف فخة علشان توقعه وفعلا بتعرف تثبت انه بيخل ميراتو وبيتطلقه وبنرجع بالزاكرة لاتفاقها مع محامية ميراتو انها تساعدها على داع علشان تعرف تطلق وبترجع تشين للبيت وبتحكي اليانجي عن اللي حصل طول اليوم وبيهديها يانجي وبتدخل تنام وتاني يوم بيجي لها في المكتب هدية من صاحبة القضية اللي حلت لها مشاكلها وبتعرف ان يانجي هو اللي كان بيساعدها من بعيد فبتروح تشكره علشان هو دايما وقف جنبها وبيخليها تنجح وبيخرجه يحتفل ويتعشه سوا وفي المكتب بتعرف فيفي ان تاو كان مع تشيني اليوم اللي قبلها في الفخ وكذب عليها وقال لها انه مش معاها فبتروح له وبتقوله انه لو بيحبها يمشي معاها من المكتب لكنه مش بيرضى وبتمشي فيفي وبترجع بيتها ويا بطعيط وبتطلب من مامتها تسيبها لوحدها وبيحاول تاو يكلمها وبيكلم مامتها تخليها ترد لكنها بتاخد التليفون وبتقفل في وشه ومش بترضى تكلمه وبنروح ليانجي ويتشيني وهي بتسأله هو جاب المعلومات اللي ساعدتها منين فقال لها من ياو واعترف انهم كانوا مع بعض زمان وانها حبه الاول وفضلت تسأله عنها وبتسأله ليه كذب عليها في الاول فقال لها انها حاجة قديمة وما كانش عاوز يزعلها وتاني يوم وبعد نجاح تشين بتعزم هوي الشركاء في المكتب وتشين ويانج وبتعلن انضمام تشين بشكل رسمي كشريك في المكتب وبيحتفلوا كلهم وبتاخدها هوي لجوزها علشان تمضي عقد الشراكة وبتنزل هي ويانج يتكلموا على ما تشين تخلص العقود وبيسألها جوز هوي ازها تعرف توافق بين الشغل والعيلة وبتقوله انها عامل حسابها على كل حاجة ويانج دايما واقف جنبها وبيدعمها وبيحس يانج من كلام هوي ان في حاجة غلط فبيطلع بسرعة لتشين وبيقولها ان ده فخ وما تمضيش على العقود وانهم عارفين انها ما كانتش متجوزة اصلا واستغلوها فبتقوله انها عارفة وبتكلم هوي وجوزها وتقولهم ان رؤيتهم غلط وانهم بيحكموا على العزاب بطريقة غلط وبنروح لتاو وهو فيت فيفي وبيحاول يقبلها علشان يصالحها لكنها بترفض وبيدخل باباها ومامتها وبيتكلموا باباها شوية وبنرجع لتشين بعد مرة واحد وما مضتش وهي بتحكي ليانج عن الاحساس اللي حسته اول ما شافت العقود وانها كانت مترددة تضحي بالعيلة علشان الشغل لكنه الحاها لما دخلوا مناعها وتاني يوم بتروح تشين لهوي وبتعتذر لها عن اللي حصل وانها تعلمت منها كتير وبتطلب تديلها فرصة تانية ولو مش عايزها تستغيل فبتخليها هوي تنضم لفري المحامين اللي تحت التدريب وتكون معاهم وتبدأ من السفر ولما بتعرف فيفي بترجع المكتب وبتطلب تشين في مكتبها وبتكلمها بتعالي فبترد عليها تشين وبتقول لها انها جت هنا بسبب وصلة باباها وانها مش مهتمة للشغل عكس اللي عملته تشين علشان توصل للمكان ده وبتتدايق فيفي من كلامها وبتروح تقدم استقالتها وبتقول لهوي انها تروح تساعد باباها في مكتبه وبتقول لها هوي اذا ده اللي حبها فهي موافقة وبالليل والتشين خارجة من الشركة بتلاقي تاو قاعدة على الباب وسكران بعد ما كان في احتفال مع عملة وبتاخده تشين وبتحاول توصله لبيته لكنه ما بيفوقش علشان يعرفها العنوان فبتكلم يانج يجي ساعدها ويوده فندق ينام فيه لحد ما يفوق الصبح ولما بيسمعها تاو بتكلمه بيشد التليفون وبيتحايل عليها تديله فرصة تانية وبيقول لها انه لسه بيحبها وبيطلبها تاني للجواز وهي بتحاول تبعده عنها وبيجي يانج وبياخد تشين وبيركبه العربية وبيسيبه وبيمشو وفي البيت بيسألها يانج اذا عاوزها تتجوز تاو فبتقوله انها متجوزها ومش هتسيبه ابدا وبيدخل قط وبيجيب العقد اللي بينهم واللي كان بينص انهم ما بيحبوش بعض وبيقولها انهم خلفوه ولازم يتطلقوا فبتقوله انها عارفة انه زيعل من اللي حصل لكنها مش عاوزة تتطلق لكنه بيصروا ويروحوا فعلا تاني يوم يتطلقوا وبتروح تشين لهوي وبتطلب منها ترجعها شغلها فبتديلها هوي قضية وبتشترط لو كسبتها هترجعها منصبها الاول وبتوافق تشين وبتاخد القضية ولما بتعرف ليه بتروح ليانج وبتقوله وبتطلب منه انه يساعدهم في حال القضية علشان ترجع تشين لمكانها وبيوافق وبتكون القضية لها علاقة بياو حبيبته القديمة وبيدور يانج على معلومات وبتروح ليه تقابل ياو وبتسجل كلامها وبتخلي يانج يسمع علشان يقدر يفهم وبعدها بيروح يقابل ياو واللي بيكون معاها ابنها وليه وبيتكلموا عن القضية وبتكلم ميمي يانج وتشين وبتطلب منهم يروحوا لها البيت وبتقول لها ان اخوها بره من مبارح في مالها كالعادة وبتروح تشين ويانج يدوروا عليه وبيلقوا برضو بيخون مراته حتى بعد ما عرف انها حامل وبتيجي مراته وبتشوفه وتاني يوم بتروح تشين ليه وحبيبة يانج القديمة لما بتعرف ان عندها ابن وبتكون فاكرها ابنه لكنها بتقول لها انه مش ابنه وبتحكي لها كل حاجة بشرط انها تقفل التسجيل لانها بتكون بتسجل لها وبعد ما بتمشي بيطلع يانج من القوضة واللي بيكون هناك لانه كان بيساعدها وبيمشي وبنرجع لاخو تشينه وراجع لبيت ومش بيلاقي مراته وبتكون سايبال ورق الطلاق وبتمشي وبتقوله انها تربي الطفل لوحدها لانها ما بقتش مستحمل اخيانته وبيحاول يكلمها لكنها بتكون عاملاله بلوك وبتروح تشين لهوي لما بتعرف ان قضية ياو هي تحرش جنسي وانها بتدافع عن مجرم ضد ياو وبتنسحها من القضية وبتقول لها انها هتسيب المكتب وبتلم حاجتها وبتمشي وبيساعدها تو في انه يشيل حاجتها وبعدها بيروحوا يتكلموا وبعدها بتروح لي ياو وتقول لها انها استقالت وانها تكون جنبها وتساعدها بعدها تو بيقابلها وبيقول لها انه هايساعدها وبيجيب لها حاجة من عربيتها فبيشوف وراء الطلاق وبيطلوا منها تاني انهم يرجعوا لبعض ويتجاوزوا وبتقولوا انها ما بقتش تحبوا وبتنصحوا يرجع تاني لخاطبته وبتسيبه وتمشي وبعدها بتشتغل تشين على القضية وبيبتدي يجي لها ضحايا كتير للمقتصب ده وبتجمع عديلة وكمان تاو بيكون في يوم في الفندق وبيسمعوا هو بيتحرش ببنته وبيصوره وبيكسبوا القضية وبيخرجوا وبيحتفلوا ياو وتشين ولي وبياكلوا سوا وبيشربوا وبتقول ياو انها تاخد ابنها وترجع تسافر ويانجي كمان هيسافر معاها وبييجي يانجي ياخدها من المكان وبيمشوا وبتطلع تشين وراهم علشان تخليه ما يسافرش لكنها مش بتلحق وبتعيط وتاني يوم بتروح له المطار علشان تلحقه قبل ما يسافر لكنه بيعدي من وراها من غير ما تشوفه وهي بتفتكر ودخل الطيارة لكنه بيكون هيسافر مكان تاني غير ياو هي قالت قدامها انهم مسافرين سوا علشان تخليها تغير وبعد سبع شهور بيكون نتنطق بالحكم في قضية التحرش وبتتشهر ليو وتشينج وبتعامل معاهم لقاءات وبعد شهرتها بتعتذر لها هوي وجوزها وبيطلبوا منها ترجع تكون معاهم وبيجهزوا لها مكتب كبير لكنها بترفض عرضهم وبتكرر انها تشتغل لوحدها وتقبر شغلها وهي نزلة بتلاقي تاو استقال وبتعرض عليه يشتغل معاها في شركتها لكنه بيكون لقي مكان تاني وبتتمنى له التوفيق وكمان بترجع له فيفي وبيكونوا مع بعض وبتكلم ميمي تشين وبتكون بتولد فبياخدها طالقها وتشين للمستشفى وبعدها بتقابل يانج اللي بيكون رجع من السفر واشترى بيت جديد وبيرجعوا لبعض وبيوعدها انه مش هيسبها تاني وهيفضلوا مع بعض للأبد وبكده بيكون خلص المسلسل